اشتركوا في القناة المقصود بالتقريبات الخطية هو تحويل الدوال الغير خطية إلى دوال خطية وكيفية حساب نسبة الخطأ الموجودة بالنسبة إلى تحويل الدوال من non-linear إلى linear function في البداية نأخذ موضوع linearization the functions of two variables بالبداية نأخذ تحويل الدوال من غير خطية إلى خطية وهذه الدوال تحتوي على two variables متغيرين في البداية functions of two variables الدوال التي تحتوي على متغيرين can be complicated ممكن أنه تكون بها نوع من الصعوبة and we sometimes need to approximate them with simpler ones that give the accuracy required for specific applications without being so difficult to work with يعني ممكن أنه الدوال التي تحتوي على متغيرين ممكن أنه تكون بها نوع من التعقيل والصعوبة وفي بعض الأحيان نحتاج أنه نحول هذه الدوال الغير خطية إلى دوال بسيطة وخطية تعطي accuracy required تعطي دقة عالية ببعض التطبيقات العملية بدون أنه ما نواجه صعوبة بالتعامل مع هذه الدوال اللي حولناها من غير خطية إلى خطية ففي البداية نفترض suppose that suppose the function we wish to approximate نفترض أنه الدالة اللي راح نحولها هي دالة Z تساوي F of X Y هي دالة للمتغيرين المتغير الأول هو X والمتغير الثاني هو Y suppose the function we wish to approximate Z equal to F X Y near to a point X naught Y naught تكون قريبة من هذه النقطة اللي راح نحسب بها ونحول بها الدالة الغير خطية إلى خطية طبعاً نحن راح نحول الدالة من غير خطية إلى خطية عند نقطة معينة عند نقطة معينة فلتكون نقطة بها أحداثيين أحداثي X note والأحداث الثاني هو Y note at which we know the values وبعد قبل نحول الدوال من غير خطية لخطية لازم عندي نقطة معينة معلومة ولازم نعرف الدالة عند هذه النقطة كم تساوي فلازم نعرف ال-F لهذه الدالة والمشتقة الأولى عند هذه النقطة بالنسبة لل-X كم تساوي والمشتقة الثانية المشتقة الأولى بالنسبة لل-Y عند النقطة X0 Y0 كم تساوي ولازم at which F is differentiable ولازم تكون الدالة F هي دالة قابلة للإشتقاق ففي البداية لازم نعرف إنه إذا جتني دالة هي دالة ل-X Y وهذه الدالة هي non-linear و أريد أحول هذه الدالة من non-linear إلى linear عند نقطة معينة فلتكن P-NOT اللي هي X-NOT و Y-NOT ففي البداية لازم أحسب أول شي أحسب الدالة عند هذه النقطة كم تساوي الدالة مالتي بدون أنه أشتق فأحسب الدالة عند النقطة X-NOT Y-NOT كم تساوي وأشتق وأشتق الدالة بالنسبة لل-X أشتق أشتق جزئيا partial F for partial X وأعوض وأعوض بالنقطة X-NOT Y-NOT وأشوف ها أشتق تساوي وأيضا أشتق الدالة بالنسبة لل-Y اللي هي F هي دالة قابل للإشتق هي دالة تكون قابل للإشتق DIFFERENTIABLE هي دالة قابلة للإشتق فلازم تكون عندي الدالة ال-F هي دالة قابلة للإشتق If we move from X-NOT Y-NOT to any nearby points اللي هي XY فعندما نتحرك من هذه النقطة اللي هي X-NOT Y-NOT إلى نقطة طريبة منها فلتكون XY فرح يكون عندي الدالتا X فرح يكون عندي فرق بالدالتا X والدالتا Y رح يكون عندي فرق بالنسبة إلى الإحداث X-AX ويكون عندي فرق بالنسبة للإحداث Y-AX فيكون عندي X-AX Y-AX Y-AX عند التحويل من non-linear إلى linear فرح يكون عندي فرق بسيط ممكن هذا الفرق ممكن أنه حسابه than the definition of differentiability give the change فرح يكون عندي مقدار تغير بالنسبة للدالة الأصلية مع الدالة إذا كانت عند النقطة بالنسبة إلى الدالة F للP minus الدالة الأصلية للP نوت هو رح يكون عندي المشتق الأولى للX في مقدار التغير والمشتق الأولى للY في مقدار التغير بالنسبة للY أيضا وعندي هذا Absolute بالنسبة للX وبالنسبة للY هذا ممكن أنه ممكن أنه نهم لأنه يكون جدا بسيط وحيث أنه E1 والE2 هي تكون جدا قريبة أو تقترب إلى الصفر عندما يكون الدلتا X والدلتا Y تكون قريبة إلى الصفر بالقانون if the increments delta X and delta Y are small the product which is epsilon delta X and epsilon to delta Y يكون جدا بسيط وممكن أنه يكون still small وممكن أنه نهملة فراح يكون القانون الرئيسي هو F X Y الدالة multi X Y الدالة الرئيسية تساوي تقريبا طيبة الدالة عند هذه النقطة P نجمعها مع المشتقة الأولى بالنسبة لل X ونعوض بالنقطة P نوت ونضرب ها بالنقطة X نوت اللي قلنا هذا اللي هو incremental بالنسبة إلى الأحداث X axis نجمعها مع المشتقة الأولى بالنسبة لل Y ونعوض ها بالنقطة P نوت ونضرب ها بال incremental اللي يصير بال Y axis يكون Y minus Y نوت هذا هو بالنسبة إلى الفرق اللي رح يحدث بال X axis وهنا الفرق اللي رح يحدث بال Y axis من التحرك من النقطة P نوت إلى P فعندي كل هذه القيمة كل هذا المقدار نعبر عنه بالمقدار اللي هو linearization للدالة للدالة الأصلية فهذا رح يكون مقدار linearization اللي رح حصل واللي هو رح يساوي تقريبا الدالة الأصلية عند هذه النقطة يعني F لل X Y يساوي تقريبا مقدار linearization عند الدالة X Y عند هذه النقطة طبعا هذه عند النقطة هذا يكون المساوات عند النقطة اللي رح أحددها اللي هي النقطة 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 دلتا X و دلتا Y نقطة أو نقطة فرح يكون الدالة F ستكون الناقطة الناقطة value of the linear function L فإذا كانت الدلتا X و الدلتا Y تكون صغيرة فرح يكون بالنسبة إلى approximation رح يكون linearization يكون the same value بالنسبة إلى هذه الدالة فتكون يعني عندي الدالة تكون يعني جدا قريبة وتساوي linearization بمقدار بسيط اللي هو راح نحسب مقدار اللي هو approximation error اللي راح يحدث من تحويل الدالة من nonlinear إلى linear ممكن راح أحسب بقانون وفي inquiry معينة أحسب مقدار error اللي راح يحصل من تحويل الدالة من nonlinear إلى linear عند نقطة معينة فعندي definition تعريف اللي هذا اللي شرح نا the linearization of function fxy the two variables at a point x not y not اللي هي p not point اللي شرح نها قلنا عليها راح يحدث بها linearization عند هذه النقطة where f is differentiable وعندما تكون f هي دالة قابل الاشتقاق is the function راح تكون linearization يكتب قانون linearization بهذا القانون يكون linearization l عند x y يساوي لمقدار الدالة عند x not y not زائد مشتقة الدالة بالنسبة للx عند هذه النقطة مضروبة في المقدار التغير اللي هو x minus x not زائد مشتقة الدالة جزئيا بالنسبة لل y عند التعويض بالنقطة x not y not في مقدار التغير اللي راح يصر عندي y y minus y not approximation f x y يساوي تقريبا الفunction linearization function اللي الدالة عند x not عند x y is the standard linear approximation هو حيكون l اللي راح يساوي لي تقريبا هذه الدالة عند النقطة المعينة اللي شرحنا عليها x not y not راح يكون هو is the standard linear approximation لهذه الدالة عند هذه النقطة فمثال فمثال حول موضوع كيفية تحويل functions من non-linear الى linear عند النقطة معينة فمثال find the linearization رائد مني linearization l ل two variables x y of the function ومطيني الدالة الرئيسية اللي هي f x y يساوي x minus x y plus y plus 3 at the point اللي هي p note واللي راح أساوي بال x note 3 و y note 2 يعني عند النقطة 3 x 2 y ف عند صيغة الحل بالبداية لازم we first evaluate اولا نحسب قيمة الدالة عند هذه النقطة و evaluate the partial derivative of x مشتقد الدالة عند x و مشتقد الدالة عند y عند هذه النقطة لازم احسب f f x and fy at the point 3 بال x to be y y في البداية احسب الدالة عند هذه النقطة فاحسب f function عند النقطة اللي هي p note اللي هي 3 x 2 y اعوض كل x 3 و y 2 فاحكون عندي x تربيع منص x y زائد النصف y تربيع زائد 3 عند هذه النقطة راح يكون x 3 تربيع منص x y 3 2 زائد النصف y تربيع مقدار y 2 2 تربيع زائد 3 فراح تكون مقدار الدالة ال-f عند النقطة اللي هي p note x note y note هو 8 بعدها راح اشتق الدالة بالنسبة لل-x اشتقاقا جزئيا فراح اقول partial f over partial x واعوض بالنقطة p note فا اشتق الدالة بالنسبة لل-x فراح عندي هنا مشتقة الدالة بالنسبة لل-x بالنسبة لل-x تربيع 2x فراح اعوض عن 2 في x 3 واشتق هنا ال-x y بالنسبة لل-x راح تبقى عندي فقط قيمة y اللي هي minus 2 قيمة y اللي هي 2 زائد نصف y تربيع اشتق بالنسبة لل-x هي 0 وزائد 3 اشتق بالنسبة لل-x هي 0 لأن من اشتق بالنسبة لل-x اعامل كل المتغيرات عاملها بمثابة الثوابت فراح يكون عندي y هو عبارة عن ثابت فراح اكيد مشتقة الثابت هي 0 فراح تظهر عندي مقدار المشتقة الاولى بالنسبة لل-x عند النقطة 3 2 هي 4 بعدها اشتق الدالة بالنسبة لل-y اشتق جزئيا partial f و partial y وعوض ها بالنقطة p notes فاقول اشتق الدالة رئيسية بالنسبة لل-y مشتقة ال-x تربيع بالنسبة لل-y هي 0 minus x y هي minus x زائد النصف وتربيع بالنسبة لل-y هي y فراح يكون عندي هنا minus x هي minus 3 زائد ال-y هي 2 فراح يكون minus 3 زائد ال-2 هي minus 1 هاي قيمة مشتقة الدالة بالنسبة لل-y عند النقطة 3 بال-x 2 بال-y ف given راح نكتب القانون الرئيسي اللي هو مشتقة الدالة بالنسبة لل-x مشتقة الدالة الرئيسية عند التعويض بالنقطة اللي هي 8 الدالة الرئيسية عند التعويض بالنقطة راح خلي هنا هي 8 واشتق الدالة مشتقة الدالة بالنسبة لل-x عندما عاوضها بالنقطة x y نوت اضرب اضرب x minus x نوت عندي مشتقة الدالة بالنسبة الى x بعد التعويض بالنقطة اللي هي 4 فرح اتقر هنا 4 اضرب في اضرب في x x أنا هي المطلوبة minus x نوت x نوت موجودة عندي بالسؤال اللي هي النقطة مالتي اللي هي P نوت x y نوت فرح يكون x نوت هي 3 و y نوت هي 2 فمقدار x minus x نوت اعوض بالx نوت 3 زائدا بالقانون f y مشتقة الدالة بالنسبة الى y عندما عوضها بالنقطة اللي هي سالب 1 اضرب في y minus y نوت اللي هو discreminant اللي رح يعدد مقدار التغير بالنسبة لل y وبنسبة الى x ال x minus x نوت هو مقدار التغير بالنسبة ال x y minus y نوت هو مقدار التغير بالنسبة الى y f y مشتقة الدالة بالنسبة ال y عندما عوضها بالنقطة اللي هي سالب 1 مضربة في y minus y نوت y هي المطلوبة minus y نوت y نوت قيمت هي 2 2 فرح يكون عندي 8 زائد 4 يدخل 4 على القوس وسالب 1 يدخل على القوس فرح يكون عندي هنا زائد 4 x minus 12 minus y زائد 2 فالنتيجة النهائية رح تكون عندي linearization للدالة يعني دالة الخطية التقريبية اللي هي l x y هي 4 x minus y minus 2 هذه هي الدالة التقريبية الخطية هاي هي linear approximation المن للنان linear اللي موجودة عندي بالسؤال اللي بيها اللي بيها x تربيع وبيها x y زائد نصف y تربيع طبعا x تربيع وال y تربيع هي غير خطية x مضروبا في y هي غير خطية حولنا الدالة الغير خطية إلى دالة خطية عند نقطة معينة واللي هي النقطة 3 بال x و 2 بال y notes when approximating a differentiable function x y عندما أقرب الدالة اللي هي قابل لاشتغاق اللي هي الدالة f اللي هي دالة لمتغيرين x و y by its linearization أقرب ها الدالة اللي هي تكون الدالة الخطية أقرب الدالة القابل للاشتغاق اللي هي f x y تكون هي nonlinear رح أقرب ها وحولها إلى linearization l x y عند نقطة معينة unimportant question is how accurate the approximation might be فسؤال مهم أنه مدى دقة هذا التقريب فإجابة على هذا السؤال رح يكون بتحديد كيفية تحديد ال linear عفوا كيفية تحديد ال error in the standard linear approximation كيفية تحديد مقدار الخطأ عند التحويل من nonlinear إلى linear عند نقطة معينة هذا هو مفهوم كيفية التحديد how accurate the approximation might be كيفية تحديد مقدار الخطأ اللي رح يحصل عندي من تحويل الدوال الغير خطية إلى خطية عند نقطة معينة يكون عندي مقدار بسيط جدا بسيط ممكن حسابه ب inquiry معينة وهي ال inquiry إن شاء الله رح نتحدث بها بالجزء الثاني من المحاضرة الثامنة إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة الثامنة نتحدث بها عن موضوع كيفية استخراج error اللي رح يحصل عندي بتحويل المعادلات أو الدوال من نان لينيار إلى لينيار إن تستاندر لينيار أبروكسيميشن شكرا لحسن إصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا